السلام عليكم ازايكم اخباركو اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة واكتر من سيدة وهتشوفوا معنا طبعا نوتوناتهم وتنظيمهم وترتبهم وكل واحدة فيهم بتبهيرنا ازاي بشكل وطريقة واسلوب مختلف تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة عن نبي ولايكاتكم الحلوة وكل كومنتاتكم الجميلة اللي اكيد بكون سعيدة جدا بيها وبشكر كل الناس اللي بتتبعني من كل مكان من البلاد العربية والبلاد الاجنبية واكيد طبعا بقرأ كل كلام الحلو اللي انت بتكتبهولي وبكون سعيدة جدا بيه وتعالوا مع بعض كانت شوفها اول سيدة وطبعا روتينها السريع جدا في المطبخ اللي حاول تورينا اكيد طبعا كلنا كسيدات مجرد بمتيجي من بره وتلاقي حواليك الدنيا كده كلها فوضى وكركبة بتحاولي تنظم الدنيا اكتر وبدأت استراحة معنا بالمشكلة الكبيرة اللي دايما اكيد بتكون في المطبخ كركبت المكان بكل الفوضى اللي فيه بالزبال اللي فيه كل حاجات دي اكيد طبعا بتقصر على نفسيتك وبتحاولي اول باول تزبط الدنيا اكتر وتخاج الوضع حواليك كده نظيفه زي الفل ومش تنظيفة عادية ده بالعكس قامت معنا كمان بتنظيفة عميقة هي دي التنظيفة اللي المجرب ما تشوفيها كده في النهاية تحس ان انت انجازت تفاصيل كتيرة جدا في يومك شكل المطبخ اختلف النظافة بتاعته قد ايه حلوة المراية غسلتها احب اقولكو ايوه قررت بالوقت طبعا ما تنمعاش بقى التلميع العادية والجلانس بتاعك او المنظفات العادية اللي انت بتستخدميها غسلت الازاز كله من فوق اللي تحت حتى كمان السيدة اللي قدامنا دي جابت ارفف المطبخ بتاعتها وبدأت بالفعل تلمع كل الارفف اللي موجودة وتزبط الدنيا اكتر وتخلي شكل المكان ممكن يكون اروع بكتير فطبعا من الخطوات البسيطة اللي ممكن تخليكي 6 شطرة هي الخطوات اللي زي دي عشان تبقي بالفعل منظمة ومرتبة وبيتك في اجمل وضع وفي احسن صورة لازم ان تقومي بالخطوات العادية والبسيطة دي عشان تنقل نفسك لما كان تاني خارس شكل المطبخ بتاعت بكل محتوياته وبافكاره البسيطة هي بالفعل اللي بتخليكي الدنيا اجمل بكتير فعشان تكوني منظمة وتشوفي كل حاجة في احسن حال لازم ان تشوفي الوضعية اللي زي دي تفاصيل بيتك البسيطة جدا عشان تبقي منظمة ومرتبة بتبدأ معاك من الخطوات بسيطة شكل البيت والارفف بتاعتك وهي منظيفة مفيش عليها اتربة وخصوصا طبعا ان الاماكن دي يوميا او يمكن يوم بعد يوم هتلاقي الترابة عليها بصورة مباشرة لكن طبعا عشان تنظفيها اكيد طبعا مش كل يوم قولي مثلا يوم بعد يوم كل يومين خصوصا طبعا الارفف اللي ممكن تكون بعيد عن ايدك شوية لكن اكيد رف التوابل او البهارات اللي قدام منك ده ايدك فيه باستمرار وطبعا بقى مجرد ما بتجيبي مشتريات البيت بترجعي كده وتحاولي تروسي كل حاجة في مكانها عشان تزبطي حالك وتزبطي الدنيا اكتر الوضع زي ما هو بسيط زي الكمامة بياخد منك وقته مجهود زي ما نتيجة بتبقى من نسبالك حلوة جدا تعالوا مع بعض نبدأ كده نشوف شكل البيت بكل نظامه وترتيبه وكمان قناقته وطبعا وسط ده كله مش هننكر ابدا ان الاطفال سعب يكون ليهم دور كده فيه كاركابة وفيه فوضى شوية مش منظمين مش مرتبين لكن في ايدك عشان تقدر يتحالي كل مشاكلك بتقومي بالنظام والترتيب ده اول باول وبتخالي دايما شكل بيتك في احسن صورة ويمكن طبعا الخطوات دي اللي كل ليه لم استنيين نعملها عشان تحافظي على جمال بيتك على ستايله وعلى رونه بصورة مستمرة فعشان تكوني قد المسئولية وست بيت شاطرة خطواتنا كلها بتبدأ من التفاصيل دي الروتيني السريع اللي بينقل اكيد بيتك لمكان تاني خالص تعالوا مع بعض هنا دلوقتي كمان كده نبدأ نشوف الميا والصابون والرغاوي ونبدأ نطهر ونعقم المكان اكتر ونخلي شكل البيت اكيد في مصورة اجمل يعني حاجات صويرة ممكن تكون بتظهر لنا لكن مجرد ما نهتم بيها البيت اكيد بيروح معانا في مكان تاني خالص تعالوا مع بعض نبدأ نزبط الموضوع هنا اكتر ونشوف طبعا شكل البيت بكل محتوياته بنظامه وروتينه فعشان طبعا توصي هنا كمان على المكان الواسع اللي قدامنا ده او يعتبر يعني زي مدخل البيت زي ما احنا بنقول كده بالصورة العادية وقدامك كمان جنينا واسعة واحسن حاجة قررتني تجيب برضو الميا والصابون والمقاشرة بتاعتها وشوية الرغاوي دول وبدأت بالفعل تزبط الدنيا اكتر طبعا كلنا يمكن نحتاج مكان زي ده عندنا كده واسع قدام البيت تعامل في قاعدة حالوة اصدراحة حالوة تعامل في برضو المنشرة بتاع الملابس بتاعتك وخصوصا طبعا ان ما شاء الله مساحت المكان ده واسعة جدا دخلت كمان دلوقتي مجرد مخلصت برا على الشوزات برضو بدأت تخسل كل الحاجات الخاصة بيهم ووسي ده كله طبعا ممكن يبقى بالنسبة لها في مكان فيه فوضى وكركبة زي دي او خصوصا لو انت طبعا بتدقلي من بيت لبيت جديد مضطرة ساعتها ان انت اكيد تشير كل حاجة بتفاصيل البيت دي وتبدأ طبعا تزبطيها اكتر تحط كل حاجة في وضعها الطبيعي بصرف النظر طبعا عن الفوضى والكركبة الموجودة في البيت ازاي تكوني ست بيت شطرة وطبعا هو ده الشكل النهائي اللي يمكن اي واحدة فينا بتحلم ان هي تشوفه على الرجم طبعا هنا تفاصيل البيت دي ممكن تكون بسيطة وشفتوا طبعا النهاردة معنا مستويات مختلفة لأكتر من منزل وكل سيدة فيهم طبعا بتتميز بقى بشكله واسلوب البيت عندها اللي ممكن يكون يعني مختلف برضى الاختلافات البسيطة برضو اي نعم فيه ستات ممكن يكون مستوى المعيشة بتاعهم اعلى من كده بكتير او اقل من كده المهم هنيجي نبص على الحاجات المهمة المشتركة بينهم هي النظام والترتيب والنظافة وصدقيني البيت عمره ما كان بالاساس الفخم اللي موجود فيه والعافش الاوفر قوي ولا كمان بقى غلوه الاسعار اللي ممكن الحاجات اللي يكون موجودة فيه زي كمان اهتمامك بنظافة البيت اول باول ونظامه والترتيبه هيا دي الحاجات اللي يمكن كل واحد فينا بيستنى يشوفها فعشان تكوني طبعا منظمة وست بيت شطرة خطوات بسيطة بيبدأ بيها طبعا شكل البيت عندك واظن طبعا الخطوات دي اللي يمكن كلنا بنحلم بيها وعشان طبعا تقدري تحلي كل الازمات بتاعتك بتبدأي كده يعني واحدة واحدة تزباطي حالك اكتر زي من الضبط الدولاب من برا ولما اعتيب اول ضبطي كمان من جوة عليك ليحقوق كتير اقل شكل دولابك هو منظم اكتر او حتى الدريسنج بتاعك وفي ستات بتحول الدولاب العادي البسيط جدا ده زي دريسنج زي ما انت شايفة بتنظمها وترتبها وان كل حاجة في مكانها الطبيعي يعني مفيش حاجة ممكن تكون حقا وبالنسبة لك ابدا فقديك اني انت تزباطي حالك لصورة وشكل اجمل بكتير وبالفعل الخطوات دي هي اللي مجرد ما احنا بنشوفها بتزبط وبتسهل علينا كل حاجة النظر طبعا بقى كده عن ان الحاجات دي بتاخد منك وقته مجهود كبير لكن صدقيني النظام والترتيب هو اكيد اللي بيزبط نفسيتك اكتر تعالوا كمان دلوقتي مع بعض كده نشوف السيدة اللي قدامنا دي ومشترياتها على الرجم طبع ان معظمها حاجات بسيطة وممكن تكون متوقفلة بالنسبة لها لكن هي جي الوقت اللي حست ان معظم الحاجات دي بالفعل هي محتاجاها ومجرد طبعا ما بنشوف الديكورات دي والتصميمات دي بتحس كده ان كل حاجات مختلفة بالنسبة لك شكلها اجمل بكتير يعني في حاجات بالفعل مفيش غنى عنها ابدا زي بقى الاطباق الكسات المجات فرشة الطويلت يعني كل الحاجات دي هي بتقول بالفعل ان كاية نقصها في البيت وحاول التوفرها لنفسها هندخل دلوقتي مع بعض على سيدة تانية ويمكن المطبخ اللي قدامنا ده افخم كتير شوية من المطبخ اللي احنا شفناها مع بعض لكن ده ما ننكرش ابدا ان الست اللي قدامنا دي شطرة منظمة بتحبي دي كرات الحلوة الالوان المتناسقة مع بعضها شكل المطبخ عندها صراحة كده يعني يمكن اللي كلها بنحلم بي عارفين انتوا بقى كده تناسق الالوان مع الزق الراقي مع كل حاجة ممكن تكون بسيطة وحلوة جدا البساطة بقى كمان ممكن ما تكونش ان انت مدخلة متلون في بعض او شكل المطبخ اوفر او في حاجات كتيرة ملهاش لازمة هي دي برضو امور البساطة لقالني ناس كتيرة سألتني ايه البساطة من وجهة نظرك وفيه كمان احب اقولوكم البساطة ممكن تكون باقل الامكانيات ان الست اللي قدامنا محافظة على شكل مطبخها او بيتها او يعني الاساس عمتها ممكن يكون بسيط ومتوضع لكن الست اللي قدامنا قدرت تحول بيتها الجنة بفضل طبعا الديكورات والالوان الحلوة اللي نظمت بيها البيت عندها اتمنى من كل قلبي اكيد ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد طبعا لايقاتكم الحلوة وحماسكم واشتراكم معي عشان ابيعكم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومعا السلامة اشتركوا في القناة